أجرت مفادة تلفزيون المصري ريهام الديب لقاء خاصا مع مستشار الهلال الأحمر الباكستاني عدنان خانة ووافتنا بهذه الرسالة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 والذي ينعقد على أرض الكنانة مصر وفي مدينة السلام مدينة شرم الشيخ وذلك بحضور رؤساء وقادة دول العالم بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومشاركة من جميع الأطراف التي لها دور كبير للغاية في تفعيل كل القرارات التي سوف تخرج من هذا المؤتمر من أجل مواجهة كل الأثار السلبية للتغيرات المناخية نتحدث بشكل أكثر تفصيلا من خلال السيد عدنان خان وهو مستشار الشباب للصليب الأحمر والهلال الأحمر مركز المناخ والذي يشارفنا على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري مرحبا بالسيد عدنان خان مستشار الشباب للصليب الأحمر والهلال الأحمر مركز المناخ في البداية أود أن أرحب بك في قمة المناخ هنا في شرم الشيخ شكرا جزيلا كيف يمكن من وجهة نظرك تحويل القرارات إلى إجراءات عملية بشأن مشروعات التكيف في المجتمعات المحلية شكرا جزيلا كما تعلمين أن باكستان أحد الدول حول العالم التي تعاني من الفيضانات باكستان ربما لا تكون أكبر المساهمين في الغازات الاحتفاث الحراري نحن نساهم بنسبة أقل من 1% ولكن كما ترين أن باكستان هي الدولة في الترتيب رقم 5 المتأثرة بتدعيات التغيير المناخي نحن نعاني من الفيضانات ولكن لا نساهم في انبعسات الغازات الاحتفاث الحراري فالتمويل المناخي المتاح لابد أن يكون لا مركزي ولابد من مشاركة كافة الأطراف بشكل لا مركزي ودعم كافة هذه الإجراءات دولة رقم 5 في المتأثرة بالتغييرات المناخينية ولكن لا نساهم في التغيير المناخي ما هي الإجراءات العملية من وجهة نظرك لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لسمح بالمساهمين الدوليين والمحلين لتلافي التدعيات التغيير المناخي بما أن الفيضان وهو قصة تاريخية في باكستان نحن ندعم كافة الإجراءات التي اتخذ بشأن بناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر لإنذار كافة الشعوب والناس في وقت مبكر لحصول على الوقت الكافي لوضع الحلول والآليات الدفاعية الملائمة وكذلك لابد من التركيز على ما هي التأثير من التغيير المناخ وما هي خطة المتوقعة من وجهة نظرك كيف يمكن تعزيز التعاون والتنسيق حتى يمكن تنفيذ هذه القرارات كما تعرف هذا المؤتمر يتعلق موضعه بمعن من أجل التنفيذ كيف يمكن تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع بشأن التنسيق أنا أعتقد أنه لابد من نبدأ من المجتمعات المحلية لأنها هي الجبهة الأولى ولها دور كبير لابد من البداية من الأسفل إلى الأعلى حتى نصل إلى قادة العالم وعليهم تقديم كافة الدعم لتمويل الموضوعات المناخية للوصول إلى الخدمات على أرض الواقع ودعم خطة مكافحة التغيرات المناخية كيف يمكن تعزيز قدرات والضمان تنوع الموارد بشأن التنويل والصمود والتكيف للمجتمعات المحلية المجتمعات المحلية تعرف ذلك بالفعل وكما ذكرت هي الجبهة الأولى وهي أول من يستجيب لأي مخاطر أو كوارث تحدث بسبب التغير المناخي لابد من بناء قدراتهم وكذلك تمويل المناخ كما ذكرت بالفعل ربما نكون دولة رقم خمسة المتأسرة بالتغير المناخي ولكننا ليست في قائمة المسببين للتغير المناخي كيف يمكن تنويع مصادر التمويل وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التكيف وما هي أمثلة المشروعات المبتكرة والأفكار المبتكرة كما تعرفين الأمر يتعلق بشخص واحد أو طرف واحد هو المسؤول الوحيد لابد أن يكون هناك تعامل تعاون بين الحكومة وكافة الأطراف لابد من الاستثمار في مجالات تقييما مخاطط مثل أنظمة الإنذار المبكر ونقول عندما نصرف دولار في الاستعداد نحن نوفر آلافة دولارات في الاستجابة للأزمات نعم ما هي آليات تعاون الدولة التي يمكن تنفيذها لتسريع وتعجيل تنفيذ مشروعات التكيف المتعلقة بالكوارس المائية منذ أننا نعاني من بعض الكوارس المائية والمخاطر المائية مثل الفيضانات كما ذكرت أتوقع أن الدول المتقدمة وهي أكثر الدول المنتجة للغازات الاحتباس الحراري لابد أن تتيح التمويل المناخي للدول النامية وكذلك يمكنهم الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر وكافة الآليات المناخية ما هي العوائق الرئيسية من وجهة نظرك التي تعيق الاستثمار من القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا لتعزيز المقاومة وكذلك الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر حسنا فيما يخص المناخ كما نرى هناك تداعيات مختلفة في مناطق مختلفة في بعض المناطق حول العالم هناك المعاناة من الجفاف وبعض المناطق الأخرى هناك أمطار غزيرة فأفضل السيناريوهات هنا لينفزها المجتمع المحلي هو بناء القدرات والاستعداد للاستجابة في كافة المواقف أشكرك جزيلا على وقتك السيد عدنان خان مستشار الشباب للصليب الأحمر والهلال الأحمر مركز المناخ شكرا جزيلا ومن دوعي سعدتنا أن نلتقي بك في قمة المناخ في شرم الشيخ شكرا جزيلا ما حضرتكم لحظة بلحظة فيه هذه التوطية الحية لكل الفعاليات والجلسات الخاصة بمؤتمر كابتون تي سيفن لتغير المناخ